يمكن عايز أفكر معاك بصوت عالي بردو أنا علشان هل من ضمن ما نطلق عليه صدرات رقمية إن أنا أبقى مركز للخوادم العملاقة يعني إحنا أورادي على فكرة الهايبر سيرفرز الصين عملت كده وحطت مستهدف وبتوصله بل أعتقد كمان بتعدي المستهدفات الديتا سنترز مهم جدا يبقى عندنا الديتا سنترز أنا محتاج ده خصوصا أنا أصلا النقطة اللي بتلتقي فيها الكابلات وكل الحاجات اللي جاي يعني أنا اللي أقدر أعمل ده أكتر من وندل إيه اللي جابين لا ده أنا أخذك في حتة أمن قوم يا فندم أنا قاعد بتفرج عليك وشايف الوضع الصراع وهقولك حاجة صغيرة جدا دي فوسوتي الصراع الصراع يا فندم الأمريكي الصيني على طايوان ليه عشان المايكروشيبس عشان تي اس ام سي الشركة اللي هي بتنتج 80% من المايكروشيبس اللي في العالم طيب هسألك سؤال جدا ليه لما بيحصل اختلاف مع الدول الغربية دي بيقفلوا عليك طيب لو قفلوا عليك الأجهزة دي كلها اللي شغلها بالسيستمز بتاعتهم هتبقى حتة حديدة فإتس تايم يا جماعة كمان يبقى في بدائل يبقى في بدائل وبدائل ودايما دايما أنا بدعو ده لازم يبقى عندنا مثلا هواوي ابتدت تينفست الفترة اللي فات دي في في اي ار بي ده سيستم السيستم اي ار بي بتاعها أنا مش هستتكلم على براندز عشان بقى مباشر يعني انيوي فإحنا لازم يبقى عندنا إحنا لازم عندنا اورقون سيستم كمان يعني هو مش كمان انت بتدخل دخل قومي ان اديشن انت لازم يبقى ده عندك عشان ده أمن قومي ده أمن قومي حلو أنا كده معناها أنني محتاج أستثمر قوي في النوع ده من الصناعات أو في النوع ده من التكنولوجيا اللي بيحقق لي عقد كبير جدا سريع جدا وزي ما قلت أنا عندي البنية البشرية البيوم الريسورس موجود دي كلها موجود طيب لكن الاستثمار ده محتاج كمان فلوس اشتركوا في القناة